مجموعة الناس وبعد المرابط الإعلاميات تحتوا على ألف وانزة الخنازير هذا غير صحيح، ألف وانزة الخنازير كانت في 2009 من اللي كان الفيروس يعني حاملوا الحيوان اللي هو من قنزير ووقع فيه واحد تحول وولاد الانتقال البشر وكان الفيروس متواجد على مستوى القارات الخمس وكانت واحد الحالة دي القنديمية العالمية ومنظمة العالمية الصحة أنا ذاك يعني كانت علنات حالة استعجائية على مستوى دي الكرة الأرضية كلها أنا ذاك طبعا الحال الدولة المغربية الحكومة ووزارة الصحة علنات يعني حالة سيتنائية وكانت تدبير دي الأزمة وكانت يعني توفير لقاحات الأذوية اليوم احنا ما شيف هذا الإطار اليوم احنا في إطار ديال الفلونزة موسمية عادية يمكن الاسم ديال الفيروس اللي يحيل على هاد المسألة اللي خلق هاد الدجاوي يمكن اللي خصنا نوضعه لها حد وخصنا نطمأنو الناس على أن هادي الفلونزة موسمية سببوها بيروس ديال الجريب من النوع ألف فئة اشنا ان ا او اتشوان انوان ولكن ولا فيروس عادي اللي تاقلم الانسان للانسان وهذه عشر سنوات باث فتنا ها ديال الفلونزة اليوم احنا في حالة دي اليقظة اللي كتكون كل سنة كين برنامج دي التوعية كين يعني تأكيد على الوسائل الوقاية اللي كتبقى أساسية عنده ليدات صغر في المدارس عند الناس في الأماكن العمومية الناس في ديورهم باش الناس ما يتعادوا شيء ولكن الواحد مريض يخلط الراحة وما يمشيش يعني العمل ولا شيء ما كان عام باش ما يعاديش الناس وأكدنا منذ شهر سعود على أهمية اللقاح عند فئتين الناس اللي هما مسنين وكبار ولا اللي عندهم سكار ولا الكلاوي ولا الديقة او شيء مرض مزمين هادو خصهم يدرجوا الباب باش ما يدرجوا الحالات الخطيرة والفئة دي المهنية لانهما تكونوا عرضة لانهما اللي تتكلفوا بالناس كذلك الوزارة الصحة على غرار السنين السابقة ومفر الأدوية في الوزارة وكي نتلقيح بكميات كافية وهناك نبغي نفتح القوس على ان هذا الدواء ديال الطامي في له رغم ما غاليش يمشي الواحد الشيء من الفرماسيان بحل لك يشري باراسيطامول ولا شيء دواء ديال الرواح عادي هادك الدواء كيكتبوا الطبيب ومتوفر فقط في المشفايات وفي المصحات بالنسبة للناس اللي هما ناعسين إلا كان ناعس وعنده واحد الحالة اللي صعيبة والطبيب شاف بانه ضروري هادك الدواء هالك ساعات يقدر ياخدوه بالنسبة للمشفايات العمومية الوزارة كتوفره بالنسبة للمصحات يمكن يتصلوا مباشرة بالمختبر وكينواه اللي كيبيعوه في المغرب باش يوفر لهم الدواء ويجيبوه لهم حتى المصحة المعنية وباش نختم تنأكد على ثلاثة الأمور أولا الوضع الوبائي عادي جدا على غيرات الدول اللي هي مجاورة لنا تانيا الأدوية واللقاحات متوفرة والأهم هو الوقاية والوقاية خير من العلاج ثالثا ما خسناش نخضعه يعني الفزع والهلع وأي حالة اللي ماشي طبيعية والإيسان حصراشه ماشي مزيان يمشي دوز في المركز الصحي عند الطبيب العام ديال الحومة خارج أوقات العمل يمشي المستعجلات واللي عنده شي طبيب دياله متبعه في القطاع الخاص يمشي يشوفه باش يكون العلاج يعني في أقرب وقت ممكن وأخيرا هذه فرصة باش نقدم الشكر الجزيل لجميع المهنيين ديال القطاع الصحة بفئاتهم كلهم لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص أولا على انخيراتهم التلقائي في البرامج ديال الوزارة تانيا للتوجاوبهم وتواصلهم مع الوزارة وتالتا يعني على المجهودات والخدمات التي تقدموه في جميع ربوع المملكة ترجمة نانسي قنقر